النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح من هكي جي تو ديسكوفر الفصل الثاني اول حاجة بنتعرف عليها هي العائلة اول حاجة بنتعرف عليها اول حاجة بنتعرف عليها اول حاجة بنتعرف عليها اول عائلة اول عائلة اشتركوا في القناة دمير مفعول يعود على الشخص المتكلم مي، مي، فادر، الأب، مادر، الأم، سيستر، الأخت، برادر، الأخ أنكل، أنت، أنكل، أنت، أنكل، الخيل أو العم الخيل هو مي، ممتي، ولكن العم مي، مي، دادر، أخو، الأب أنت، الخيلة أو العم مي، ممتي، أخت ممتي، هي الخيلة، ولكن مي، دادر، أخت بابايا، هي العم so please listen carefully and repeat after me uncle my mama's brother my daddy's brother and my mama's sister and my daddy's sister what is the difference between these two words ايهو الاختلاف ما بين الكلمتين دول recycle عادة تدوير ولكن reuse عادة استخدام هنا الحرط دف هو دي موجود في الكتاب ومطلوب من الطالب إن هو يجيب ورق أبداً ما يلميه في البان السلة ويستخدموه، يقطعو، يلونو ويزاقه في الحرط ده ويبدأ يحسن منه على art يعني فن من خلال reuse the paper إن إحنا قاعد نستخدام الورق so please repeat after me recycle reuse recycle recycle reuse mural 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 what do you say what do you say إيه اللي انت شايفه أو شايفه في الفيديو I can see a mural I can see a mural أنا شايفه mural so يعني mural murals are large they are made of many images murals are large they are made of many images the murals culpable murals 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 Mural ميورال يعني لوحة زيتية او جدارية. لوحة بتكون موجودة على الحائط متدخلة فيها مجموعة من الصور فكونت لي حاجة اسمها ميورال. شكرا على لايقظة لايقظة. الثنتظر، بيكر، الثنتظر، المؤلفون، بيكر الخبازين، الثنتظر، الروض، نذخل. الثنتظر، لفرص، نقراء، بيكر كمبات، هنا مطلوب ثلاث حاجات الطالب يتعرف عليه اسم الوظيفة ايه اللي الشخص بيكون به في هذه الوظيفة وايه الاداة المستخدمة في الوظيفة المؤلفون بيكتبوا الكتب and use bins بيستخدموا الأقلام ولكنباكرز cook bread and use rolling bins scientists firefighters scientists do experiments scientists use flasks firefighters put out fires firefighters use hoses scientists do experiments scientists use flasks firefighters put out fires fire fighters use hoses scientists العلماء firefighters regal a lot of العلماء do experiments experiments تقرب عن مية scientists use flasks بيستخدموا flasks ولكن fire fighters put out fires يخمضوا الحرائق and use hoses دير رموز الصوتية لكلمة hose يعني خرطوم جمعها hoses هنا الاس تنت زد hose hose so again scientists do experiments scientists use flasks fire fighters put out fires fire fighters use hoses doctors help sick people doctors use x-rays farmers grow plants farmers use tractors doctors وظيفتهم help sick people يساعدوا المرضى doctors use x-rays بيستخدموا الاشعة x-ray اشعة x-rays جمع اشعة farmers grow plants طبعا وظيفتهم زراعة النباتات وبيستخدموا tractors اللي هو القرار الزراعي tractors القرار الزراعي جمعوا tractors القرارات الزراعية so please listen and repeat after me doctors help sick people doctors use x-rays farmers grow plants farmers use tractors now i'm student future i want to be a firefighter now student future firefighter دلوقتي انا student طالب واما اكبر عايزة كون فايرفايدر رجل اطفاء في الكتاب هيتطلب من الطفل ان هو يرسم نفسه now ونفسه اما يكبر ويكون في future في الوظيفة اللي بيتمنى يكون فيها so now الان future المستقبل student firefighter my communities مجتمعاتي هنا هنتعلم المجتمعات اللي بنعيش فيها في كذا circle بالترتيب me me وهنا الطفلة هيبدأ يكتب اسمه مكان النقط وبعدين family تعرفنا على مجتمع العائلة اللي هو family اخذنا افراد العائلة في بداية الفصل بعدين school مدرسة city المدينة وبعدين country الدولة هنا مطلوب من الطالب ان هو يكتب مكان النقط Egypt Egypt مصر يتعلم يكتب الكلمة لوحده ممكن نعمله نقط كده ويمشي على حروف الكلمة وبعدين يكتبها لوحده سواء عندنا هنا five communities خمس مجتمعات me family school city country country اتعرفنا طبعا على خمس مجتمعات بنعيش فيها me family school city and country country المجتمع الاخير ده كان الدولة الخاصة بينا وهي Egypt مصر اتعرفنا على دولتنا مصر هنتعرف كمان على النشيد الوطني الخاص بينا ده وكمان هنتعرف على the Nile نهر النيل واهمية نهر النيل في حياتنا طبعا الجمل دي موجودة في teacher guide اللي هو دليل المعلم the Nile is a river it brings us water to live النيل هو نهر بيعطينا المياه لكي نعيش the Nile brings farmers water to grow their crops النيل بيعطينا الفلاحيين المياه لكي يقوموا بزراعة النباتات والمحاصيل اخر حاجة معنا هنا بيطلب مننا هو paint something you learn about your school paint something you learn about your country ان هو يرسم حاجة تعلمها عن مدرسته المجتمع الخاص بالمدرسة والمجتمع الخاص بالمدرسة الدولة فschool هنا انا حطيت الميرال اللي هو تعلمه لان فيه نشاط هيطلب من الطالب ان هو يرسم الوظائف اللي هو نفسه يكون عليها في المستقبل ان هو كمان يرسم كذا صورة مختلفة ويجمعه مع بعضه ويعمل ميرال كل ده يعمله في المدرسة وايجوبت عشان رسمت نايل نهر النيل لان هو ده الحاجة المهمة لتعلمها عن ايجوبت مصر الكنتري الخاصة بي